بس اسألك فاروق نتعامل ازاي مع سنغال في مباراة المباراة اللي جاية السنغال طبعا له قدرات هجومية كبيرة جدا وقدرات اتفاعية ايضا كبيرة جدا نتعامل مع المباراة دي ازاي خلينا نتفق ان احنا كان عندنا نقط ضعف اه لعبنا مباراة اجابية فيه اجابيات كتير بس برضو كان عندنا سلبيات ونقط ضعف اكيد لازم نقطة ضعف دي اه عندنا في القاهرة كنت محسوس في لعبة اتنين ما دخلش فيك اهداف لكن في دكار انت مش ضامن قوي ان لو نقطة ضعف دي اتكررت ما يدخلش اهداف خلينا نبدأ باول نقطة ضعف نتكلم فيها عمر جابر لعب مباراة جيدة يعني ما نقولش ان عمر جابر ما لعبش مباراة جيدة لعب مباراة جيدة لكن عنده مشكلة كبيرة جدا هو حتى كيروش فاجئ اليو سيسي بعمر جابر اليو سيسي ما عندوش فكرة عن عمر جابر وهو اتفاجئ فيه في المباراة منتخب السنغال لعب 15 عرضية ما يدرواش يستفيدوا منها لكن كان فيه كورتين كان ممكن يسجلوا فيها بسبب التغطية العكسية لعمر جابر وعمر جابر عنده مشكلة في التحميات الهوائية دايما كان فيه تفوق للعب المنتخب السنغالي في الحتة دي فلو اليو سيسي لعب مباراة الاياب وحط في دماغه ان عمر جابر هيلعب هيركز جدا على اللعبة دي هيودي على القائم البعيد اللعيب اطول القامل سواء شيخ كويتي او راس الحرب المنتخب السنغالي وهم هيتفوقوا على عمر جابر خلينا نشوف اكتر من اللعبة ادي كورة عرضية اعتقد ان التفوق واضح جدا لعب المنتخب السنغالي على عمر جابر بعدها فيه اكتر فيه اكتر من الكورة دي لعبة هتتلاعب عرضية بنشوف عمر جابر هو اخر واحد موجود في القائم البعيد هتتلاعب بعد كده نشوف الصورة اللي بعدها هنلاقي الكورة تلعبت فين عمر جابر عمر جابر مش ظاهر من الفيروت بتاع متخب السنغالي فيه اكتر من زاوية ليها الكرة دي جات في الشبكة الخارجية وكانت ممكن تبقى هدف فأعتقد ان دي نقطة لو قال يوسي سي عمر جابر لعب هيركز عليها بشكل كبير جدا وممكن يبقى فيها تفوق للمنتخب اسنغالي خلينا نعرض الزوال اللي بعد كده عشان يبني التفوق البنى اللي واضح واضح اتنين لعيبة طوال القامة فارق كبير جدا وهو تقريبا قد عمر جابر مرة ونصف فدي نقطة لازم اعتقد ان عمر كمان عبد الواحد اطول والجنب بتاعه افضل عمر جابر شوية الجنب بتاعه قليل فلازم يبقى فيها تغيير حتى في صورة اللي بعد كده نشوفها كمان لعمر جابر فواضح جدا التفوق للمنتخب السنغالي خلينا نشوف النقطة ضعف اللي بعد كده اللي بنتكلم فيها كان فيه لقطة مهمة جدا تبين نقطة قوة المنتخب السنغالي وهي اللعب بالخطوط لو شوفنا ساديو مانيه مش لعيب طرف يعني يمكن هو موجود كوينجر لكن هو مش لعيب طرف هو لعيب دايما هو اعتقد ان هو من افضل لعيبة العالم ان لم يكن افضل في التحرك انبتوين اللي هو التحرك في الهف سبيس او في المساحات الداخلية ما بين الظهير والقلب الدفاع هنا ساديو مانيه انت ضربت وسط ملعبك بتمريرة واحدة ضربت اربعة لعيب ليه لان انت عندك حمدي فتحي تقدم حمدي فتحي المفروض ممكن تشرح لي الجزء ده اللي هو ده لازم نشرحه على البور احنا هنا بنلعب اربعة ثلاثة ثلاثة كريم هنا حمدي فتحي انني مغطي في مكان صلاح ودي نقطة هنتكلم عليها ازاي طريقة اللعبة تبقى موجودة لازم تلعب بطريقة اللعبة مختلفة في ماتش العودة هنا انني يغطى على صلاح حمدي فتح الطري قابل ساديو مانيه تحرك لو بنتكلم ان المنتخب مصر هو الاحمر ساديو مانيه هنا الباك طبعا بيخش عشان يقدم ساديو مانيه ساديو مانيه تحرك في المس المساحة ما بين الخطوط هي المنطقة دايما اللي بيحبها ساديو مانيه لان انتا بيتحرك لو اتكلمنا ان هيدا رباع الدفاع المنتخب مصري الساديوماني دايما بيحب يتحرك في المساحة اللي ما بين اللي هي الهافس باس ما بين الزاهير وقلب الدفاع ساديو مانيه استلم الكرة هنا حمدي فتح الطري قابل السلاء موجود هنا حمدي فتح الطري يضغط ساديو مكانه اللي هو تعمين خط الدفاع الضربة أربع العيبة بسبب تميرها واحد تميرها بعد كده راح تستاديو مانيه اللي قدر يروح واحد على واحد وعدها من عبد الملع مشرط كورة كانت خطر جدا فدي لازم عشان تعالج النقطة دي لازم يبقى عندك كومباكت في الدفاع الدفاع بتاعك ماينفعش يرجع لورا ماينفعش تقابل كده ويبقى في مساحة كبيرة ما بين خط الدفاع وخط الوسط لازم اللي اتنين يتعاملوا كومباكت وقرب خط دفاعك من لعبة الوسط اما ترجع لعبة الوسط اقرب لخط الدفاع بحسن مايبقاش فيه اي مساحات موجودة بالنقطة دي دي نقطة مهمة جدا لو تكلمنا على نقطة محمد صلاح او نبدأ ازاي المباراة دي انا اتترك لها بعد كده